مرحبا معكم لالسا مرا ورجعت لكم فيديو جديد فيديو اليوم رح اخذكم معي يوم على ضيعة اهل زوجي ويكونوا اهل بابا كمان لانه هن يعني بابا وجوزي ولعد عن بعض فهاي الضيعة ضيعة بابا ضيعة اهل جوزي حتى جوزي خلق بهاي الضيعة بس هالبيت اللي رحنا رحنا عليه هو بيت شوي يعني بتكون تقولوا بعيد عن الضيعة لانه سحاب هذا البيت اللي بيقربونا عندهم بير عام يشتغلوا عليه ويزرعوا اه امح مع ذرة وهيك ف يعني رحنا لعندهم تمينا من الصباح للمساء هون يعني وقت وصلنا كانت اه مرت ابن عمي ابن عم بابا المهم جهزت لنا شاي تركي كتير طيب شي مرة رحعملكم طريقته ان شاء الله اه اول الشي شو بتعمل بتحط مي سخنة بقلب الكعسات وبتخدهم مشان شو وقال يعني الكعسات يدفو والشي ضد دافي هلا طبعا انا واختي ولاد اختي وجوزي ولادي اجينا لعندهم هني كمان يعني هي مرة وجوزة بس عايشين بهذا كالبيت بس بيت حماها كلهم اجوا بنفس اليوم مشان هيك نتسلة كلها اتنا مع بعض وهون يعني كانت عم تقلي ما تصوريني وما تطلعيني الحمد الله اني بالاخير ما طلعتها لانه قار رح تتفرج على الفيتو تشوف حالة ظاهرة ولا لا تطلعك بس انت عم تسكي بالشاي ما رح يعني طلعك اه طلعها وشا يلا عادي المهم هون بلاشت اول الشي شو بيعملو بحطو الشاي بعدين بيسكبو فوق ومي فاقل يعني الشاي الخفيف ولا تقيل هن بيتحكمو فيه مو متل بسوريا انو ببريق واحد بنعمل الشاي ان كان خفيف ولا تقيل خلص مشي الحال لا هون احنا منتحكم بدرجة يعني لون الشاي بتكون يا غامق فاتح اللي بتحبوه اول الشي بيسكبو شاي بعدين فوق ومي سخنة واخر شي كمان السكر اختياري يعني انتي بدك تحطي سكر تحلي ما تحلي بدك يا سادة على كيفك اه كتير يعني كان يوم حلو رح عايشكم ان شاء الله الخطوات قال اه خطوة بخطوة معي و بتشوفوا كتير شغلات حلوة فتابعوا الفيديو للاخير بنت اختي كتير ضحكتنا قال كانت عم تمشي وما واتحط اجريها كلهم عالارض عم تمشي عاصابيع رجليها قال شو انا اه جاي من المدينة وما بدي العب مع ولاد اه اه ولادهم لانه هنه ولاد ضيعة وانا بنت مدينة وهيك مضحكتنا كتير اه سكبت لنا الشايات اللي شوفوا المنظر الشاي على الشمس هيك قاعدين برا والجو كان اه خريفي ربيعي بتكون تقولوا بس تطلع الشمس دفعوا بس يجي غيم شوي بتجي نسمات برودة وتسلينا كتير هاي اختي اللي كبيرة اه اه قلت لانه بدي طلع وجهك ضحكت قالت لي عاقتي ما بهم اه وهون اه عم فرجيكم اه منظر بجنن هلا هنه بيت واحد بهاي المنطقة اللي قلت للكم عنه هو صح ضيعة بس ان شوي بعد عن الضيعة اه ساكنين ببيت مش هنشغلون لانه عندهم بير وعم يسقوا الاراضي اللي عم يشتغلوا عليها جابوا حمامة لاختي ومسكتها قال تعالي صوريني هيك فيديو على البطيء انا عم طير الحمامة فارحة يشكون هاشجور رومانسي انه اول شي صورتها وبعدين اه عملتوا على البطيء بناتي صحولي ماما تعالي شوفي في عندهم بط اه رحة صورت البطاط يك يا الله شو حلوين ماشاء الله كتير عجبوني بس كأنه الميل عم يسبحوا فييا مهلقة واساسا عادي يعني انه مستقعت وهيك انه هيك بحبوا البط اه ماشيتون كنت عم يلحقون هن يهربوا مني ما بقدروا يمشوا منيح اكتير هك حبيت المسهم انا يعني بحب الحيوانات الطيور اكتر من ما حب القطاط والكلاب وهيك شغلات اه هدول هن يعني السيارات او التركتورات ما بعرف شو اللي بيشتغلوا فيها عالارض اجيت افرجيكم التنور اللي هي بتخبز عليه هلأ مبارح هي قال كانت خبزة فيعني التعريت لو اجيت مبارح كنت صورتك انتي عم تخبزي هون يعني التنور مطفي لانه كانت عملي خبز قبل بيوم وكمان شو رح نفرجيكم هلأ هلأ بدي فرجيكم كيف عم يقطعوا شجر بعتقد انه هيك عم يجهزوا للمنقل عم يجهزوا للمشاوي اللي رح نعملها هاي اختي يعني راح اتجهزت حاله هي على طول بكل مكان لازم هي اللي تكون مشرفة على الاكل هدولي رح نجبناهن معانا فكرنا انه ما يكفي اللي عندنا بيكفي بدل بلا ما تطلعو هون هادا النجاج هون جوزي وابن عمو عم يقطعوا شجر مشان شو مشان يحطوا اللحم فوقه ويشفوه رح تصورتون هادا ابن اختي هادا يعني مشروع نجم صغير رح يصير ممثل قريبا جدا اذا وصلتوا هون يعني كلها هاتكون احكوا بالتوفيق ياس يا عبنت هادا ابن اختي يعني عنس جد مشروع نجم صغير قريبا جدا رح يصور مسلسلات تركية هون قبل بالتمثيل بس عم يستنى دور هدولي الحمامات اللي استعدوهم كتبولي انه في عالم كتبت لي بفيديو تابعة تيك توك انه ضفاضع يا جماعة شو ضفاضع حمام بس لسه ما مو منظف كتير بس كانوا حارقين الجلد بالنار مشان الجلد قال الريش مكسبرين وما فهمت يعني ما بعرف شو احكي لكم هوني كمان بتبلين الجاج وهي الطوجة الفاضي والرحمة رح يعملوا الشقف كمان نحنا كنا جايبين يعني معانا اكلوا هوني كمان عندهم هوني هوني نتعاون هاي غرفة الكبيرة تبعية المرة اه حبيت اني فرجيكم بيت يعني شوفوا هذا بيت لحالوا بهذا المكان تخيلوا انكم عايشين والله هذا يعني قضينا كم ساعة يعني حسيت ساعات من العمر كتير كان جو حلو هادي اه ما بعرف اللي عايشين بهيك بيت رح يحسوا هالشعور اللي انا حسيته فهوني بلشوا يشووا اللحمة اه جاج ولحمة المهم يعني عمل لك كتير شغلات اكلات بتشهي حرفيا كانت ميتة من الجوع لانه طلعنا من البيت بتكون تقولوا بلا فطور هو فطرنا بس ما شبعت كتير وريحة الشوي زادت الجوع عندي انا من النوع اللي بس يكون في شوي وهيك اكلات بحب اكل يعني هننوا عن نار فا فتحت للكم هالطنجرة وستناولت لي هيك اطعت فروج مش شوي واكلت ومتل ما خبرتكن اخته اللي كانت مستلمة كلش فهي متبل اللحمة هي اللي عاملة الاكل تقريبا كله تحت اشرافة لانه وين ما نروح وبس كون هي موجودة تلقى ايا اهل البيت بيحكولها تعالي انتي عملي هاي خلص يعني هي الكلب الكلب الطبخ ما في حدا فينا بيغلبها اكلاتها بيشهوا كتير انتو اذا شميتوا ريحة اكل اختي من الحالة التانية اللي احتشتهو صدقا بدون ايا يعني مراوغة بدون ايا كذب وهون يعني جزء من الاكل اللي كان جاهز لسه الباقي عالنار واختي كانت عم تشك لحمة بالاسياخ بده تعمل كمان يعني شقف كباب وضل عندهم شوية لحمة تعالوا نحطها بالمقلاية هيك يعني مقلاية يحطوها على النار وعالفحم ويعملوها كتير طيبة اذا وصلتوا لهون ومعيكم مشتركين بالقناة بتمنى من الكل يشترك بالقناة ويحطوا لي لايك مشان يعني الفيديو يرتفع والقناة ترتفع معها وكمان نقطة باعتذر منكن انا ما صورت الاكل بعد مع الجهاز لانه اهل البيت حسيت حالي كتير غليزة انا عم صورهن ما كان بنفسهم ابدا شرحتلهم الف مرة عندي قناة وما كانوا يستوعبوا فقاسف جدا انه اما صورت الاكل بعد مع جهاز اساسا اولادي التوقم كمان يا دوب اني رحت غيرتلهم وبدلتلهم لبينما هنه سكبوا الاكل فبتمنى يكون عجبكم الفيديو رح اقدم لكم لسه شغلات احلى وعيشكم ايام يعني كتير حلوة وروتينات فلهيك بقالكم باي وتحية كتير